التقل أستاذ علي الكاتيري القام بأعمال رئيس مجلس الانتقال الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية الشيخ حسين الجنيدي وكيل محافظة أبيان وطلع الكثير من الوكيل الجنيدي على الأوضاع العامة بالمحافظة والسير عمل المشاريع التنموية والخدمية المنفذة والمستقبلية في كافة القطاعات وتطرق اللقاء إلى جهود السلطة المحلية ومساعيها لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لضبط الأمن والاستقرار بالمحافظة باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية يتشارك فيها الجميع وأشاد الكثير بمستوى جهود السلطة المحلية الرامية لتلبية احتياجات المحافظة في مجالات التنمية والخدمات ومعالجة الاختلالات الأمنية اشتركوا في القناة